موسيقى 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 عائلة الثانية وأسأل الله أن أكون قد استطعت مهلا رضا ومرضاتك ولا أنسى في هذا النقل أن أرفع على كفة دعاء لبالدي الغاليين أن لذلك راح على العالمنا ولكنه يظلني في قلبي وروحي دالما إلى أمي الحنون التي كانت في الشمس التي تضيع حياتي وإلى أبي العزيزة لكان لي السرد والكوة في صغر قبر رحيله وأغفر بعيه الثاني رحلتم عن الدنيا ولكنه رصباتكم في قلبي أغير وأقول لكم فلأن رحلتم عن الوجود فأنتم في قلبي تبدي آذي كنجلة في الأفضل أتمنى صراحة لو كانت في هذا اليوم معي ليشاركيني هذا الأمجاز وأدعو الله أن يرحموا مبارس معيني مع المرح في جنات النعيم ولا يفوتني أن تقدم بعضارة الشكر والتقدير لكل من ساعدني سواء خالة العزيزة ميمور والأمي السميع الذي أعتبر مخالي وأشكر عدلتي المحترمة وأشكر أستاذة نجاز جايل القديم كما أتقدم إلى السودة العالية لله مولانا أمين ممين صاحب الجلال بليكم حمد السابس صلى الله بمناسبة اقتراب ذكرى طرفه على عرش أسلاف الميامين بأسمع عبارات الطاعة والولاد والفاة والإخلاص والعزم الثابت على الرهد والاستعداد الدائم والمطنق للسير وراء جلالتكم للدفع بالبلاد لأخذوا من الإيمان إلى الأمام والعفاظ على التوافت الثانية للأمة المغربية ومؤسساتنا التسطورية حتى يبقى باللد من قيادتكم الرشيدة آمنا ومطمنا على التوافت عقدكم الله يا مولانا بمحافظة بذكرى العين وأبقاكم بخرا للبلاد والعباء وأدام على جلالتكم نعمة الصحة والعافية وأطالق عمركم ومسدد قطاركم وأقر عينكم بوليه عليكم سمو الأمير الجليل مولا الحسن وصاحبة سمو الأمير اللي خديجة وشط أسرق عصرونكم والرشيد المولى رشيد كافة صلى اللهي الشريك وعلاقة بموضوع رسالة اللي يشعر بينما هو حقيقي وقانوني وسياسي مجتماعي فموضوع الجمع على خطة عدالة هو قضية مجتمعية تؤير أراء مفردها بسبب الضور المهم الذي يتبوهه التوقيق وقد بدأ اللقاش كما يعلم المستدر الدكتور أحمد خطاب بعد نهور مدى الرابعة من 1540 مجدون خطة عدالة زيونا تعطونه مجدون خطة عدالة هذا الجدد انتهى بقرارك لكي إنسان ثم تحدثت بممارسة توقيق العدل ليتوقف على المجدل الآخر وهو مدى ثم تعددت قبل ذلك عمالية تفتح العدل ولأن تفتح العدل يتكون من عدة عماصرية شهادة ومشادة ومتابة فقد عرفتهم طبيعا من الحال ثم تطرتهم للتطور التاريخي لفطة عدالة المغرية منذ طبيعة الحجر الإسلام إلى استقلال نغري ثم تحدثت في القصد الثالي الذي هو الأساس الذي يرغب هو المعتمد في بحكيه هذا وقد تلتقل إلى بحكة شروحية شهادة النساء في بحكة إسلام سواء بمقراضين أو بحكة عدالة وحاولت إجابة عن سؤال الحقية وممارسة هذه المهارة وكما تعلموني كما تعلموني وكما تعلموني كما تعلموني خطة عدالة السماء وشغور رميكة الإسلامية فملمات هذا الآية التي تتحدثت من سورة بقرة واضحة لكن شيء جيد يمتلك لجائكم فإن لم يكن فرجلهم وراجبهم من أجل المنصر ضمن الشوال أما الكثابة الإبلايليكية لدي الشرق أبدا من الضبورة في الكاتب العام وشميع الفقهاء الوضيقة العادية على ربسي وشريسي لم يكن منعهم من أدت المتقرروا كل أو تكتوب هذا من الأعين وكما تعلموني وكيف لا يمكن أن نقول بأن المرأة الأحقير لأن هذه المرأة أقل من المتقرروا ومتبت 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 العدد وكما تعلموني في الآية الفرآن يمكنهم من ثلاثة بطا الكاتب هناك هكية يعني يمكنهم عطفوه على الظكاري والذكر والأجدار إذا هناك من لا يعلمون في هذه الأمور أن لا يرتدخ في الحياة الأولى أما كذلك تناولنا المنطول القانوني لكل جميع المظار خطة عدالة خلال دراسة القرارية المتعاقبة ومتبت العدالة وضوصنا الأساس القانوني للجمع لخطة عدالة المتبت لأساساً كما قال أستاذ في القرار الملدي وفي رأي مجلسة العلم على أساس يضبط إلى المنطول القانوني للجمع هذا يضبط إلى أنه دواق المصر تتصف على تمتح تسريكات الطرفين دون الشهادة والمساة عن تلصاص المرأة فقانونياً لا يوجد شيئاً من عدالة المارس لأنها نفس عدالة أخيراً تحدد عن إشكالات إشكالات صراحة هي كثيرة وفيها ليتنادي عن القانون سترسر في سبق ثلاثة إلى غاية ممارستها وأخرى التي جاء عين واجتبع من أساس التواصل على أحد الجيهات سنة ٢٢٢٣ التي خلقت لنا مجدينة وزادت قنابي كما ينفق إذا كانوا يسريعاً أن يحاول من أشريك استراكة هذا المرأة ومن لا يحاول المرأة من المقبلة النقابية والجنالية والقانونية وختاماً قد توجد بعيدة مقفرحات أغلبها يعني الشخص الاجتماعي والإعلاني والقانوني والجنالي شكراً 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 سنحدث في هذا الجانب من حين الحديثة لأن خصوصية النص الشرعي تقتضي وتمتلك أدوات كراءة هذا النص وأن حتة العدالة لها جدور في الشرعي الإسلامي وفي الفقهي الإسلامي وبالتالي يبدأ من مراعاة هذه الجوائد إذن أعطي الكلمة مباشرة لفضيلة الدكتور سيمولاد المدين السلام السلام عليكم المدين على الدكتور وشكرا لنا بسم الله المدين عليكم السلام 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 المداية نبدأ من مجدد شكري ومتنائي لمستهركم الشيخ على بعوتي الكلمة لكل نحن شكرا جزيلا لأنه لا ينصر هذا لأن دائما تصلنا كما يقول لأن نحن نحن لأن نحن 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 في المنطقة في المنطقة الشرس عندنا سيحتاج من الاجتماعي سعيد شكرا لنا لأدين المشركة من الصالة الذي كان مع سنين وطنين في القرى وقع صديقي وخ أخ سفيد وخ ويضع السعادة تزداد ونور فقش وطار ومع الذي عارفه منذ مدينة الطوية لكن خلالة التي تشت بالتبك في حصان كثيرة ترجمة نانسي قنقر